السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هنعمل اعادة تدوير من الجراكن و علب الشامبو هنعمل افكار حلوة جيدا تابعوا الفيديو للنهاية اول حقيقة انا هستخدم هنا جراكن شاور هبتدي كده اقسم الجزء اللي من فوق الجزء اللي من تحت الوحده هعمل بقلم البورد هبتدي حدد بس كده عشان اخد المقسات بشكل مظبوط يدوب بس كده اعلمت تعليمات كده بسيطة عشان اعرف اقص الجزء ده يكون مظبوط معي هبتدي استخدم القطع بالاول وبعد كده هكمل قص الجزء ده بالماس هسابي بقى الاجزاء الزيادة الجراكن والحاجات دي بيطلع منها افكار حلوة جدا جدا وبتبقى عملية حقيقي و يعني ماينفعش نرميها بعد كده خليها وهتقدر تطلع منها افكار حلوة وتستخدميها تاني هستخدم القماشا دي دي قماشا طايجر لونها حلوة جدا وبردو هتمشي حلوة قوي مع الفكرة اللي هنعملها في الاخر هبتدي كده ادخل القماشا دي هي تقريبا كانت قم عباية هبتدي ادخلها كده في العلبة فدخلت معي بمنتهى السهولة خلاص وبردو هحاول اغلف الجزء اللي من جوه هشيل زيادات اللي موجودة من تحت هسيب برضو زيادة على اساس ان اغلف العلبة كويس جدا هسبتها بالشم بتزبت كويس وبردو الشمع مش بيتخلع نتيجته حلوة جدا في الشغل تمام كل الحاجات الزيادة دي هبتدي اغطيها كده وبردو سيبت زيادة يعني كويسة عشان اغلف العلبة من جوه هحط شمعي كده على القماشا وهبتدي اسبتها على العلبة من جوه تمام هجيب بقى هنا سوستة او سحاب عشان هي اسمها مختلف شوية في بعض الدول هبتدي اسبتها كده على الجزء اللي من طرف هسبت جزء بعد ما افتحها عشان تثبت معي بشكل كويس هسبتها برضو بالشم السوستة دي تقريبا ما اسها 20 صنتي في حجم اكبر من كده لو العلبة معاك كبيرة هبتدي اسبتها بالشكل ده الناس اللي سألتني على الشمع هو طبعا انواع بس انتي وانتي بتجيبي اسألي على نوع كويس انا مش عارفة الصراحة انواع وإيه هبتدي كده اجيب الجزء دوت تمام هجيب ديت كانت تعلي اكده في مادليا وهبتدي اسبتها على الطرف بتاع السوستة بالشكل ده طبعا اه نقدر هنا نستخدمها علبة للميكب او للمكياج والحاجات دي هي اصلا ممكن تحطيها في شنطة بتاعتك شكلها جميل جدا ممكن تستخدميها كشنطة واحدة ممكن تستخدميها كما الا ما استخدمتها كثير جدا تاني فكرة معايها هستخدم هنا علبة شامبو واستخدم فيها قطعة من الاسترس لو مش عندك استرس هقولك برضو بدايل تقدري تحطيها او تستخدميها في الفكرة دي هبتدي كده اشيل الجزء اللي من فوق هستخدم القطر هيسهل معايها لان البلاستيك بتاع العلب بتاع الشامبو تقيل شوية تمام كده شلت الجزء اللي من فوق هبتدي اشيل الاستيكر اللي موجود على الظهر والوش برضو بتاع العلبة بالشكل ده وهشيل الجزء اللي من تحت خلاص انا هياخد المقاس اللي انا عايزاه يعني يولي اكون 15 سنتي بس من العلبة وهبتدي اشيل الجزء اللي من تحت ده برضو هعلم كده بالقطر عشان يزهل معاي القطع او القصر وبردو عشان تطلع معاي بشكل مزبوط هستخدم الولاعة فان انا امشيها على الحرف تاع الاجزاء كلها اللي انا قصيتها من علبة الشامبو اللي هي من الجناب ومن تحته من فوق تمام بس كفية كده هستخدم بقى الاسترس هنا وهبتدي اثبته على العلبة كلها تمام هي انا قصيت حتة على قد العلبة كلها وبردو دريك كده وزء من العلبة من جوه بالاسترس ده ممكن نستخدم ستين ممكن نستخدم اي قطعة قماش مفيش مشكلة انت لما تشوف الفكرة تقدري بقى تهنين انت بايدك وتحطي اي حاجة مناسبة بالنسبية لك وتستخدميها في الفكرة دي خلاص هبتدي اغلفها كده بالشكل ده الشمع بيسهل تمام حتى الزيادات اللي كانت موجودة بين عندي هبتدي اشيلها استغنعنا والجزء اللي هو في الجنب ده هتخليه من جوه احط الشمع زيادة عشان يثبت معي كويس خلاص هبتدي اغلف بردو الجزء اللي باين معي ده تمام فكريتها حلوة جدا وسهلة ما فيهاش اي حاجة بدل ما تبقى سيدة بالشكل ده هستخدم خداء قطعة من الساتين وهبتدي اعمل بيها في يونكا بشكل بسيط عملناها في الفيديوهات مع وعد كتير جدا فكريتها سهلة خالص وتقدر يتعمليها في ثواني همشي بس كده بالولاها على الطرف واستخدم فصل من فصوص اللي اللي هي النص وهبتدي اثبتها في نص الفيونكا وده كده بقى شكلها دلوقتي بقى نقدر نستخدمها في ان احنا نعلق فيها استطارة يعني نلم فيها استطارة بشكل حلو اي استطارة عندك في القوضة او في الطرقة اهو كده شكلها تالت فكرة بقى نقدر نعملها من جريكن الصبون السيل طبعا برضو بيطلع منها افكار كتيرا عملت معاكم افكار كتيرا على القناة سيبلكو فيديو بافكار مختلفة عن اللي احنا عملناها في الفيديو ده سيبلكو في صندوق الوصف هبتدي كده اقسم الجريكن ده النصين هنعمل منه فكرتين مختلفين عن بعض واستخداماتهم برضو مختلفة هياخد كده المقاس وهبتدي افصل الجريكن بالقطر بيسهل جدا لان البلاستج ده زي ما اتفقنا ان هو تقيل هبتدي استخدم اي غطأ زي زي بيبس وهبتدي اعمل نص دايرة كده من فوق بالشكل ده تمام وبعد كده هشيل الزيادات اللي موجودة في نص الدايرة وهعمل زي فتحات كده بالقطر وبردو همشي بالولاعة على الجزء ده اللي احنا الصناق او صويناه من فوق الجزئين اللي انا فتحتهم دول هبتدي ادخل فيهم حتة ستان صغيرة وهربطها من جوه دي سور مطبوعة من برنامج بنترست ممكن تستخدم اي سور موودة عندك اي حاجة وبتدي استخدم الورنيش المائي استخدمناه برضو مع بعض كتير في فيديوهات كتيرة جدا مجرد ان احنا بنحط طبقة من تحت الصورة وطبقة كمان من فوقيها بتثبت كويس جدا وبتبقى كأنها مطبوعة ضع حقيقية تمام بالشكل ده هبتدي كده اسبت الستان في الجزء بتاع الجيركن تمام بأجمل منظم بشكل بسيط خالص تقدير تعمليه وبتكلفة بسيطة طبعا الورق ممكن تستخدمي اي حاجة متاحة بالنسبالك هاجي كده عند الحرف وهبتدي اسبت جزء من السترس وبرضي هرمشي مع التوميجة اللي احنا عملناها في المنظم من فوق المنظم ده لي استخدمات كتيرة تيدا استخدميه للمعالق في المطبخ ممكن تستخدميه على التسايحة عندك يعني الكريمات والحاجات اللي انتي بتستخدميها تحطيها مسلا كلها في مكان واحد او فعل بواحدة انا استخدمت هنا جزء كده من الدنطيل تحت السترس وسبت وكده ادى شكل جميلي اكتر خلاص ممكن برضو نستخدمها مقلمة استخدمها في المطبخ من مقصوات اي حاجة استخدمتها كتير جدا تمام كده نروح بقى لربع فكرة معنا هبتدي استخدم بواقق قماش فيها وده طبعا الجزء التاني من الجيركن هبتدي كده استخدم ده شريط بمبون نسعره بخيص مش غالي برضو نستخدمه في التزليم كتير هبتدي كده ازين الجزء اللي من فوق بشريط البمبون وجزء اللي من تحت حطيت كده جزء من الدنطيل اللي برضو يكون ماشي مع اللون اللي انا مستخدميه هبتدي اسبت القماشة بس هبعد عن اليد بتاعت مش عايزة اقفل يعني اليد بتاعت الجيركن نفسه هحاول احافظ عليها على قد مقدر تمام الفكرة دي مختلفة شوية عن اللي احنا عملناها في الفيديو اللي انا سيبه لكم تمام وهبتدي اجي كده في الجزءين اللي من الجنب دول وهعمل لهم زي كسر كده عشان تبقى من الموما وشكلها حالو هاجي بقى الجزء اللي من تحت انا هياخد مقاس يكون يعني زيادة شوية يعني حوالي تلاتين سنتي من القماشة وده الجزء اللي هو العرض والطول هيبقى بالطول بتاع حجم الجاكن نفسه هستخدم هنا الخيط بتاع المقرامية وهبتدي اسببته كده على جزء وبعد كده الجزء التاني هسببته على الجاكن بالشكل ده اتمنى يكون التصوير كمان موضح معنا تمام الجزء اللي انا حطيت فيه الشريك بتاع المقرامية ده عشان ألم به الجزء ده طبعا نقدر نستخدمها للشمط بالشكل ده وتقدر يتعلقيها في المطبخ تحطي فيها حاجات كتيرة كمان نيجي بقى الخامس فكرة معانا هستخدم فيها علبة من علبة الشامبو وهبتدي اشيل الجزء اللي من فوق القطر هنا بيسهل معايا جدا فبستخدمه كتير وبعد كده بكمل بالمقص يعني واساوي به الأجزاء اللي مش مزبوطة معي خلاص هبتدي اشيل الستيكر اللي موجود على الوش وعلى الظهر برضو بالشكل ده هستخدم رجل بانطالونجنز تمام هتدخل حلو جدا فيها حتى لو زيادة هيبقى سهل جدا ان انت تلميها هياخد كده المقص وطبعا هسيب زيادات من الجميع بين وهبتدي اقصها ده بانطالون قديم مش عايزاء او صغر او في قطع ما فيش مشكلة يعني عشان ما حدش يقول بتستخدمي بانطين سليمة لا هي بيبقى فيها حاجة اكيد خلاص هبتدي افتح كده البانطالون من النص وهشيل الجزء اللي من تحت احاول كده اشيل الكلاكيه اللي موجودة عندي كلها تمام هستخدم سستة السستة دي مقاسها اه عشرين سمتي انا هاخد بس الجزء اللي انا محتاجه وباقي الجزء انا هشيله هبتدي اثبتها كده على العلبة تمام والجزء التاني برضو هسبته على العلبة بالشكل ده هسبته الاول على العلبة ده هيسهل معايا وبعد كده هروح مسبتة القمشة عليها خلاص الجزء اللي هو في الجنب ده انا خيطته بالقبع والخيط عشان ما يبقاش مفتوح معايا ولا يوقاش حاجة منه تمام والجزء التاني من السستة بدأت تثبته بالشم خلاص جيت عند القمشة بتاعة المنطالون اللي القمشة الجنس اللي انا اعملتها حطيتها على العلبة كده وبدأت اخيطها بس من على الضهر باستباجة خفيفة خالص تمام وبردو الجزء اللي مندحت هشيل كل الزيادات اللي موجودة عندي في القمشة كل ده وانا لسه قلب القمشة على ضهرها خلاص هطلع بقى العلبة وهبتدي اقلب الجزء اللي انا عملته ده كله هدخل فيه العلبة بتاعة الشامبو وهبتدي بقى اتني الاجزاء الزيادة اللي من فوق خلاص هبتدي اسبت بقى الجزء الزيادة ده هسبته بالشامب هستخدم قطعة كده من الدنطل هياخد بس جزء صغير منها مش عايزها كلها عايزة اقسب اللون بتاع الجنس اللي انا مستخدمي هستخدم اي تزين متاح بالنسبيلي وهبتدي اسبتها كده على الجزء اللي من فوق الشغل ده ما بيتخلعشي ما بيبصي طول ما انت ما حافظ عليه والله انا مديها لولادي بقى لها اكتر من سنة ولا سنة ونص وبيستخدموها ولسه موجودة لحد دلوقتي احسن من الحاجات الجهزة فعلا تمام وهبتدي اسبت كده الدنطل بالشكل ده هيجي بقى استخدم هنا خيط مقرمية بس هكسب اللون برضو هدي جزء كده بسيط وهعمل زي عليقة كده موجودة في سوستر من فوق وجزء اللي من تحت برضو زيين في تزيين بسيط دي كانت استرسي كده موكم موجود في الترينجة قديم بدأت اخدته وثبتته للشكل ده ادى اي شكل برضو مع عين ممكن نستخدم بواقفهم ونقدر نعمل بها اشكال للولاد نقدر نستخدمها هنا كمقلمة بتشيل كتير جدا مصطر وقلام والوان تشيل حاجات كتير قوي واحسن طبعا من الحاجات الجهزة ده كان فيديو النهاردة اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم واستنى افكار تانية كتير السلام عليكم